وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي القص المحترم ركن الدين أو كما يفضل هو أن يدعى ركن هينري بيو القص سهاجي القصاوس الموقرون من مختلف كنائس بومبي أساتزتي وإخواني وأخواتي أرحب بكم جنيعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الخوض في الموضوع أود أن أوضح مكانة عيسى عليه السلام في الإسلام إن الإسلام هو الديانة غير المسيحية الوحيدة التي تجعل الإيمان بعيسى عليه السلام ركنا من أركان الإيمان لا يكون المسلم مسلما حقا إن لم يؤمن بعيسى عليه السلام نحن نؤمن بأنه كان من أولي العزم من الرسل نحن نؤمن أنه المسيح ونؤمن أن مولده كان معجزة بلا وجود أب وهو أمر لا يصدقه كثير من المسيحيين اليوم ونؤمن أنه أحيى الموتى بإذن الله وأنه أبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله قد يسأل سائل ما دام المسلمون والمسيحيون يحبون ويوقرون المسيح عليه السلام فأين مكمن الخلاف إن نقطة الخلاف الرئيسية بين الإسلام والمسيحية هي إصرار المسيحيين على تأليه المسيح عليه السلام وزعمهم أنه صلب ومات ليمحوا خطايا البشر إن موضوع حوار اليوم إن كنتم قد نسيتم هو هل صلب المسيح حقا ونظرا لأننا جميعا مسلمين ومسيحيين نؤمن بالمسيح عليه السلام فمن واجبنا أن نقدم لكم رأي الفريقين فيما يتعلق برأي الإسلام فنحن نؤمن بأن أصدق الكتب المقدسة المرسلة من عند الله هو القرآن الكريم وقد بدأت حواري بآية من القرآن الكريم من صورة النساء رقم أربعة آية مئة سبعة وخمسين وهي تقدم المنظور الإسلامي أو رأي الإسلام في موضوع حوار اليوم هل صلب المسيح حقا وبما أن القص ركني مبشر مسيحي عربي والعربية هي لغته الأم فلا أحتاج إلى ترجمة وشرح الآية التي ذكرتها في بداية حديثي له لتوضيح رأي الإسلام لكن بما أن العربية ليست لغة أغلب الحضور فسأشرح الآية مئة سبعة وخمسين من صورة النساء رقم أربعة وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا الآية واضحة ليس لبس فيها تفصل الأمر تماما فوجهة نظر الإسلام هي وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه يقينا لن تجد كلاما أوضح ولا أكثر تحديدا ولا أبعد ما يكون عن الغموض من كلام القرآن في هذه الآية التي تقول إنه لم يقتل إذن إذا ختمت محاضرة الآن دون التعليق أو الرد على ما قاله على ما قاله القصركني حول وجهة النظر المسيحية فسنكون قد تعادلنا فالمسلمون يؤمنون وفقا لما ورد في القرآن أن المسيح عيسى عليه السلام لم يصلب والمسيحيون يؤمنون وفقا لفهمهم لما ورد في الكتاب المقدس أن المسيح صلب وبذلك نكون قد تعادلنا لكنني لن أختم محاضرة الآن بل سأثبت سأثبت من الكتاب المقدس نفسه الذي يؤمن به المسيحيون أنه كلام الرب أن المسيح عيسى عليه السلام لم يصلب حقا دعوني أوضح أولا أننا كمسلمين لا نعتبر الكتاب المقدس كلام الإله قد يحتوي الكتاب المقدس على بعض الأجزاء التي تعتبر كلام الإله لكنه يضم أيضا كلام الأنبياء والمؤرخين ويضم بعض الأمور غير المعقولة والعبارات المشينة التي لو دفع لي الفروبية لأقرأها لم أكن لأقرأها آيات مشينة وإصحاحات مشينة كما أيضا يضم الكثير من المتناقضات ومع عدم تصديقي أن الكتاب المقدس هو كلام الإله فإنني سأثبت من الكتاب المقدس أن المسيح عيسى عليه السلام لم يصلب وذلك لأن القصة رقني وكثيرا من المسيحيين يؤمنون أنه كلام الإله لذا سأثبت لهم ذلك من المرجع الذي يؤمنون به يقول القرآن في صورة البقرة رقم اثنين آية مئة وإحدى عشر وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أي أن اليهود والنصارى يقولون للمسلمين إنهم لن يدخلوا الجنة بالرغم من تقواكم وصلاحكم كما قال القص رقني إن كل الأعمال الصالحة لن تخلصكم هذا ما قاله القص في محاضرته أخبرنا أن الأعمال الصالحة لا نفع منها سواء كانت زكاة أو حجا أو صلاة فلن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصراني يقول الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يأمر الله أن نطلب منهم تقديم دليلهم إذن أثبت بالدليل من القرآن أن المسيح لم يصلب فلن يصدق المسيحيون أن القرآن كلام الإله لذا يجب علينا أن نطلب منهم تقديم الدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقد قدم المسيحيون الكتاب المقدس برهانهم لإثبات ذلك دعونا نحلل ما ورد في الكتاب المقدس وقد نشر الكتاب المقدس بما لا يقل عن ألفين لغة مختلفة حول العالم فلنحلل بالاستناد على الكتاب المقدس إن كان المسيح قد صلب أم لا وسنتقبل النتيجة التي أتوصل إليها بالاستناد على كلام الكتاب المقدس مهما كانت ولا داعي أن تكون بالضرورة وجهة النظر الإسلامية دعوني أذكركم أن النتيجة التي سنتوصل إليها لا يجب بالضرورة أن تكون النظر الإسلامية أوضحت منذ البداية النظر الإسلامية الوارد في صورة النساء رقم أربعة آية 157 وما قتلوه وما صلبوه إنها قاطعة موضوعنا اليوم هو هل صلب المسيح حقا ما معنى كلمة صلباء بالإنجليزية مذكور في قاموس إكسفورد أن معنى كلمة صلباء هو القتل بالتثبيت في صليب وفي قاموس ويبستار تعني القتل بالتثبيت بالمسامير أو الربط في صليب أي أن الصلبة يعني موت الشخص على الصليب وإذا لم يمت فإنه لم يصلب ما معنى كلمة قيامة بالإنجليزية مذكور في قاموس إكسفورد أنها عملية أو واقعة القيام من الموت وكلمة القيامة المعرفة تشير إليه من الموت وبناء على ما ورد في قاموس ويبستار فإن كلمة قيامة تعني عملية القيام من الموت والقيامة هي قيام المسيح بعد موته ودفنه أي أن قيام المسيح يستلزم أن يكون قد مات في البداية وإذا لم يمت فلن يقوم حاولوا أن تفهموا هذين المفهومين جيدا يقول المسيح كما ورد في كتاب متة الإصحاح 19 الآيتين رقمي 16 و 17 إن الشخص يمكنه الخلاص باتباع القوانين والوصايا لكن وفقا لما قاله بولوس الرسول فإن القوانين والوصايا مصمرة في الصليب كما ردد القص الكلمة كثيرا كما ورد في رسالة بولوس إلى أهل كلوسي الإصحاح الثانية رقم 14 ويقول بولوس إن بلوغ الخلاص يكون بالإيمان بموت المسيح وبعثه ويستشهد بالعهد الجديد في رسالته الأولى إلى أهل كورونيثوس الإصحاح الخامس عشر رقم أربعة عشر أنا أخبركم بالمرجع حتى لا تظنوا أنني أخدعكم فأنا أفضل تقديم المراجع أما إذا قلت إن أمرا ما ورد في الكتاب المقدس أو في العهد الجديد فكيف ستعثرون عليه بين آلاف هذه الصفحات فأنا أخبركم بالأرقام لأسهل عليكم الوصول يقول بولوس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورونيثوس الإصحاح الخامس عشر رقم أربعة عشر وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة قرازتنا وباطل أيضا إيمانكم وكما قال القص فإن كل أعمالكم الصالحة وصدقاتكم بدون الإيمان بموت المسيح لمحو خطاياكم لا نفع من ورائها لكن ثمت مرجعا يشير إليه المبشرون المسيحيون إذ ورد في سفر إشعياء الإصحاح الرابع والستين رقم ستة ما يلي وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا أي أنك إذا لم تؤمن بأن المسيح عيسى عليه السلام مات على الصليب لمحو خطايا البشرية فإن كل أعمالكم الصالحة بمثابة ثوب نجس كذلك كما قال القص كذلك قال القص أمرا لم أكن لأقوله قط وهو أن الكتاب المقدس بلا واقعة الصلب ليس له قيمة وقال إذا استبعدنا واقعة الصلب من العقيدة المسيحية فلن يكون هناك عقيدة وأنا أتفق معه في ذلك كذلك أوضح القص أنه حضر إلى الهن وأمضى فيها أكثر من عشرين عاما وأنه لم يدرك رسالة المسيحية إلا عندما حضر إلى الهن ففي السابق كان مسيحيا عادية لكنه أصبح مسيحيا ملتزما بعد احتكاكه بالمسلمين هنا أود أن أخبره أنني التقيت بمسيحي عربي واحد فقط قبل أن ألتقي وحدث ذلك في جدة حيث التقيت مسيحيا من سوريا وبفضل الله بعد أن سمع محاضرتي دخل في الإسلام وهذه المرة الثانية في حياتي ألتقي فيها مسيحيا عربية وأنا أدعو الله وأطلب عونه أن يمن عليك بالهداية وبما أنك استقيت تعاليم المسيحية من الهنود فستعود بمساعدتهم إلى فطرة الإسلام التي يولد كل مولود عليها أدعو الله بعد هذه المحاضرة أو بعد النقاش أن تعود بإذن الله إلى العقيدة الإسلامية بعد أن تدرك عدم حدوث واقعة الصلب وبالتالي فإن العقيدة المسيحية خاطئة وهو ما سأثبته في الوقت المحدد لي إن شاء الله دعونا نرى ما قاله الكديس بوليس حول القيامة من الموت تحدث بوليس عن الأجسام بعد قيامها في نفس الإصحاح الذي قال فيه إن كان المسيح لم يقم من الموت فإيماننا وتبشيرنا ذهب سدى رسالته الأولى إلى أهلي كورنيثوس الإصحاح الخامس نهاية الإصحاح الإصحاح الخامس عشر نهاية الإصحاح قال القديس بوليس في الآيات الثانية والأربعين والرابعة والأربعين هكذا أيضا قيامة الأموات يزرع في فساد ويقام في عدم فساد يزرع في هوان ويقام في مجد يزرع في ضعف ويقام في قوة يزرع جثما حيوانيا ويقام جثما روحانيا يوجد جثم حيواني ويوجد جثم روحاني ووفقا لما قاله بوليس الرسول القديس فإن الأجسام تصبح روحانية بعد قيامها من الموت وهذا نفس ما قاله سيده ومعلمه المسيح عليه السلام في كتاب لوقة الإصحاح العشرين أرقام سبعة وعشرين إلى ستة وثلاثين وهي قصة امرأة لديها سبعة أزواج إن كنتم تذكرونها ثم حضر اليهود لطرح سؤال على المسيح وكان من عادات اليهود إن تزوج الرجل امرأة ومات دون ترك ذرية أخوه الثاني يتزوج زوجة الأخ المتوفي ليقيم نسل أخيه وإذا مات الأخ الثاني دون ترك أي ذرية يتزوجها الأخ الثالث وهكذا فجاء السؤال وهو عن مرأة تزوجت سبعة إخوة واحدا تلو الآخر وكلهم امتلكوها أي أن الإخوة السبعة تزوجوها جميعا واحدا تلو الآخر ولكن لا مشكلة في ذلك والسبب لأنه واحدا عقب الآخر ثم ماتت هي الأخرى في النهاية فسألوا المسيح عليه السلام لمن ستكون الزوجة بعد البعث قيامها من الموت وهذا يدل على أن جميع الإخوة والزوجة عند البعث من الموت سيقومون جميعا في وقت واحد من سيحصل عليها حينئذ فقال المسيح في كتاب لوقة الإصحاح العشرين رقمي خمسة وثلاثين وستة وثلاثين ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة أي أنهم بعد القيام من الموت سيصبحون ملائكة الأجساد القائمة من الموت تصبح أجساد روحانية من قال ذلك؟ المسيح قال ذلك في كتاب لوقة الإصحاح العشرين رقم ستة وثلاثين وقاله بوليس في رسالته الأولى لأهل كورنيثوس الإصحاح الخامس عشر أرقم الثاني والأربعين والرابع والأربعين الكلام واضحا تماما ولا توجد آية واحدة في الكتاب المقدس أي العهد الجديد كله تنص على أن المسيح قام من الموت في الحقيقة إذا قرأتم أو كنتم تذكرون قصة الصلب المزعومة فستجدون أن حواري المسيح التقوا في الغرفة العلياة وجاءهم المسيح عليه السلام وهذا وارد في كتاب لوقة الإصحاح الرابع والعشرين رقم ستة وثلاثين وفيما هم يتكلمون بهذا واقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم والآية التالية كتاب لوقة الإصحاح الرابع والعشرين رقم سبعة وثلاثين فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا دعوني أسألكم لماذا ظن الحواريون أن المسيح عليه السلام روح؟ هل بدى قروح؟ عندما أطرح هذا السؤال على المسيحيين تكون إجابتهم جميعا بالنفر وهم حقون في ذلك فالمسيح عليه السلام لم يبدو الصلب المزعومة إذن فلماذا ظنوا أنه روحا يعود السبب في ذلك إلى أنهم سمعوا إشاعة مفادها أن معلمهم وضع على الصليب وإشاعة مفادها أنه أسلم روحه ومات وإشاعة مفادها أنه مات ودفن في القبر ثلاثة أيام كلها إشاعات ولماذا هي إشاعات؟ لعدم وجود شاهد عيان ورد في كتاب مرقص الإصحاح الرابع عشر رقم خمسون فتركه الجميع وهربوا في أكثر أوقات العمر حرجا في حياته عندما كان في أشد الحاجة إليهم تركه كل حواريه وهم مئة وهربوا وفقا لما ورد في كتاب مرقص الإصحاح الرابع عشر رقم خمسون فتركه الجميع وهربوا من قال ذلك ليس دكتور ذاكر بل هذا هو الوارد في كتاب مرقص الإصحاح الرابع عشر رقم خمسون جميعهم تركوا إذن ما سمعوه كان من الهشاعات لذلك اعتقدوا وظنوا أنه روح لكن المسيح عليه السلام أراد أن يزيل الشك من نفوسهم كما هو وارد في الآيتين التاليتين في كتاب لوقة الإصحاح الرابع والعشرون رقمي تسعة وثلاثين وأربعين يقول المسيح انظروا يدي ورجلي إني أنا هو جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما طرون لي وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه أخبرهم انظروا يدي ورجلي إني أنا هو ماذا حدث لكم إنه أنا سيدكم ومعلمكم المسيح لماذا أنتم خائفون المسوني وانظروا الروح ليس لها لحم وعظام ماذا حاول أن يثبت لهم عندما أراهم يديه ورجليه أكان يحاول أن يثبت لهم أنه قام من الموت وأنه روح بل كان يحاول أن يثبت أنه ليس روحا أي أنه لم يقم من الموت والآيتان التاليتان في كتاب لوقة الإصحاح الرابع والعشرين الآيتين واحد وأربعين واثنين وأربعين تقولان وبينما هم غير مصدقين من الفرح اعتقدوا أنه كان ميتا وهم الآن سعداء أن سيدهم ومعلمهم على قيد الحياة وأنه أمامهم بلحمه ودمه فسعدوا فقال لهم المسيح مؤكدا على أنه لم يمت أعندكم هاهنا طعام فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل فأخذ وأكل أمامهم ليثبت ماذا أليثبت أنه قام من الموت أليثبت أنه روح بل ليثبت أنه جسد بشري فأكل ومضغ الطعام أمامهم أكل السمك المشوي والعسل ليبرهن لهم أنه لم يمت ولم يقم من الموت وأنه ليس روح بل لحم وعظم أي جسد بشري إذن لم يقم المسيح من الموت يعني أنه لم يصلب وهذا يعني أن المسيحية كلها تهدمت هل تذكرون قصة مريم المجدلية عندما ذهبت إلى قبر المسيح عليه السلام